لا يزال مشهد القتل والدمار العنوان الابرز لحالة السورية التي تراوح مكانها رغم حديث كل الاطراف الدولية والاقليمية عن ضرورة وقف التصعيد والتوجه لحل سياسي مجزرة جديدة ارتكبها النظام السوري استمرارا في محرقة ادلب حيث ادت غاراته على مستشفى المدينة الى خروجها عن الخدمة ومقتل سبعة اشخاص واصابة اخرين حتى هؤلاء النازحون الذين حولوا اشجار الزيتون خيمة وسقفا لهم لم يسلموا من استهداف النظام الذي قتل ثلاثة نازحين في غارات اخرى على بلدة معرّة حرمة كما قتل ثلاثة اشخاص اخرين في قصف مماثل على تلمرديخ وسراقب واريحة امام تصعيد النظام المستمر منذ نيسان الماضي اقدمت المعارضة للمرة الاولى منذ خسارتها لمناطقها الى التقدم والمبادرة للسيطرة على نقاط استراتيجية في ريف حماس شمالي لوقف زحف النظام اليها واكدت الفصائل المقاتلة سيطرتها على بلدة وتل الحماميات التي يصفها النظام بالقلعة الحصينة حيث استطاع الثوار اختراقها وقتل العشرات من قوات النظام سياسيا لا يبدو المشهد اكثر سهولة منه على الارض الملتهبة حيث نقلت صفحات موالية للنظام اجراء الاسد تعديلات مهمة على قادة بارزين في فروعه الامنية متهمين ايضا بارتكاب جرائم حرب كما عينا علي مملوك رئيس المكتب الامني الوطني نائبا له للشؤون الامنية وهو الرجل الذي يعد اكثر الضباط فتكا بالمعارضين السوريين كما ساهم بكسر عزلة النظام في خطوة يراها مراقبون تمكينا لقبضته الامنية على البلاد امام هذه التغييرات التي يجريها النظام واصراره على المضي في قمعه وحملته على ادلب رغم التحذيرات التركية المتكررة يظهر حديث المبعوث الاممي الى سوريا جير بيدرسون عن اختراق في ملف اللجنة الدستورية غير مقنع وخصوصا عدم اضاحه متى او كيف يمكن التوصل الاتفاق النهائي وهي النقطة الذاتها التي يلعب على وتريها النظام لإطالة اماد هذه الحرب التي بدأها وتمكين حلفائه في طهران وموسكو اكثر فاكثر في سوريا مقابل بقائه على كرسي يقبع على اجساد ودماء السوريين في مأساة لا يعرف تماما متى تنتهي